موسيقى استخدمت روسيا حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار تقدم به الجانب الأمريكي في مجلس الأمن الدولي حول تمديد عمل فريق التحقيق الدولي في الهجمات الكيميائية بسوريا واشنطن اقترحت في الوثيقة المقدمة تمديد عمل فريق التحقيق في الهجمات الكيميائية فيما عارضت موسكو وللمرة الثانية خلال شهر مشروع القرار الأمريكي ووصفته بالمسيس ثم قدمت مشروع قرار آخر لم يحظى بموافقة أعضاء مجلس الأمن الولايات المتحدة اتهمت روسيا بعرقالة إجراء تحقيق حول الهجمات الكيميائية في سوريا حيث انتهت مهمة فريق التحقيق الدولي الذي تم إنشاؤه في العام 2015 التحقيق خلص إلى نتيجة مفادها أن قوات النظام السوري استخدمت الأسلحة الكيميائية أكثر من مرة آخرها كان في مدينة خانشيخون في إبريل الماضي والذي راح ضحيته أكثر من ثمانين شخصا موسيقى